من جدًا صباحنا مع حضركم مرة تانية في الحقيقة كل البيوت المصرية النهارده يعني تعلم جيدًا إن قصة التقييمات الإسبوعية اللي حصلة واللي تم استحداثها من بداية العام الدراسي الجديد عملت فرق جميل جدًا في الطلاب طالب النهارده ما بقاش عندها هي مثل إمدحان نقدر نحدد مستوى الطالب كل إسبوع في كل المواد علشان نشتغل على نقاط القوة ونقاط الضعف التقييم ده حيزود من ارتباط الطالب بالمدرسة هيقضي على حالات الغياب هيخلي فيه نوع من أنواع التواصل المستمر الإجباري بينه وبين المدرسة في النهاية هو نوع من أنواع التست الإسبوعي اللي ملوش تأثير بشكل كبير ولكن هو نوع من أنواع إيه إحنا معرف الطالب ده وصل لفين وحيروح لغاية فين خلينا نختلف معك في نقطة إنه هو ملوش تأثير درجات التقييمات الإسبوعية قد لم تكن تتساوى مع امتحان الشهر قد تزيد فهي مؤثرة جدا أعتقد فكرة هيبة ليلة الامتحان وإن إحنا علينا تاسك كبير جدا مضطرين إن إحنا اللي كان متأخر علينا نعمله ليلة الامتحان ده ما بقاش موجود ولكن بقى في حاجات تانية مستحدثة يمكن الولاد بتبقى الآن منها أنه التقييم بقى أسبوعي هل ده نظام خلي الولاد تقدر تشتغل طول الوقت خلينا نعرف تفاصيله وشرحه وأهمية تطبيقه في المدارس مع دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة يا دكتور منوارنا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدة يعني كتير من أولياء الأمور في الأول كانوا مهدودين والولاد كانوا مهدودين من فكرة التقييمات بعدما دخلنا بعد أول شهر ما انتهى أعتقد أن الموضوع الناس بتخف من اللي مش عارفاه بعدما دخلت في الموضوع أكتر وعرفت أنه بيشيل من عليهم تاسك من ليلة الامتحان أو بيشيل من عليهم مجهود ليلة الامتحان أعتقد أن الموضوع بقى أكتر تقبلا لو حركت تشرح لنا أكتر إيه ممكن تكون فوضة غير بس موضوع الليلة الامتحان خلينا نقول أنه التقويم أنواع يعني إحنا عندنا عملية التقويم الجيدة والمطلوبة طربويا لابد أن تكون مستمرة نحن نقيم أم نقوم إحنا الأول بنقيس وبعد كده بنقيم وبعد كده بنقوم التقويم هو مرحلة أعمة وأشمل من التقييم من اللي بيحصل دلوقتي بقى اسمه تقييمات وأنا بحية حضرتك على الملاحظة دي اسمه تقييم يبقى اسمه تقويم لو استفدنا من هذه النتائج في علاج مشكلات النظام التعليمي يبقى هنا عملنا عملية التقويم عملية التقويم هي عملية زي ما قلنا مستمرة بتبدأ من قبل حتى بداية البرنامج التعليمي إلى ما بعد الانتهاء من البرنامج التعليمي النوع ده من التقويم اللي بتطبقوا دلوقتي وزارة التربوية التعليم بنسميه إحنا علميا كده اسم التقويم التكويني اللي هو مصاحب لكل جزئية من جزئيات المنهج يعني له أساس علمي له أساس علمي إحنا تعودنا منذ فترة طويلة في نظامنا التعليمي إن التقويم ده بس بيكون في نهاية العام الدراسي علشان أخلي بعض الطلاب ينجحوا ويدخلوا السنة الأعلى وبعض الطلاب محتاجين يعيدوا السنة وهكذا يعني لتصعيد الطلاب للمراحل الدراسية العالية وفقط لكن علميا التقويم بيستخدم لتحقيق العديد من الأهداف الطربوية وعلى رأسها تحفيز الطلاب لو أنا بدرس حاجة من الحاجات وما فيش أي تقييم بيتعمل لي وما فيش أي إجراء بيتخذ للتأكد من مدى استيعابي ولا لأ غالبا مش هيبقى عند الدافع إن أنا أنجز الإنسان بطبيعته بيحب المنافسة وبيحب الإنجاز وشعوره بالإنجاز ده بيخليه يشعر بالسعادة لكن بيحب المتابعة كمان إن حد يكون متابعه يعني المشاعر الإيجابية دي شعوره بالإنجاز والفخر والسعادة بتخليه أصلا قدرته على التحصيل تعلى ويبقى تحصيله الدراسي مرتفع فدي أول حاجة الحاجة التانية إحنا عندنا تقييم ليه أو تقويم ليه علشان عندنا فروق فردية صحيح العلاقة بين الفروق الفردية والتقويم علاقة تبادلية لو ما فيش فروق فردية مش محتاجين التقويم والتقويم من نحية أخرى بيساهم في الكشف عن الفروق الفردية دي علشان أصنف الطلاف في فئات وده متفوق وده متوسط التحصيل وده منخفض التحصيل التفصيلات دي بنقدر نعرفها من خلال العملية التقييم وأنا الحقيقة ببقى عايز أعرفها ليه أنا عايز أعرفها علشان أساعد الطالب عندنا كتير جدا برضو من المشكلات بيتم اكتشافها من خلال التقييم التكويني ده يعني طالب عنده صعوبة التعلم طالب عنده مشكلة في النظر طالب عنده مشاكل في السمع طالب عنده تأخر دراسي لسبب مثلا وجود خلافات أسرية أو إهمال من الوالدين أيا كان السبب ده غير صعوبات التعلم يعني طالب موهوب ومحتاج رعاية خاصة كل هذه الفئات من الطلاب إزاي أنا هقدر أتعرف عليها وأقدر أكتشفها إذا لم يكن باستمرار في عملية تقييمية بتتم بالتزامن مع تقديم الدرس إذن النظام اللي طبقته وزارة التربية والتعليم في هذا العام من تقييمات يومية وتقييمات أسبوعية وتقييمات شهرية وبلا شك يعني حاجة مش جديدة علميا وحاجة مهمة جدا تربويا ولكن يعني برضو عشان برضو يبقى إحنا طبعا عارفين إن التعليم ده نشاط إنساني معقد جدا وبيتأثر بالعديد من المتغيرات ده من جهة عندنا برضو أي خطة التطوير لازم تكون مرنة عشان تستوعب المستجدات والتغيرات اللي بتحصل باستمرار فكون إن إحنا نعدل فيه طريقة تناولنا لموضوع التقييمات ده ده شيء مش ضد العمليات التعليمية ولكن فيه صميم مرونة العمليات التعليمية فإحنا محتاجين بس فيه هذه التقييمات إن هي تراعي إن هؤلاء الأطفال في مرحلة عمرية تحتاج لبناء شخصية متكاملة وبالتالي تركزنا على النشاط المعرفي والإكسار من التقييمات بهذا الحد اللي هو شغل بال كثير من أولياء الأمور وكثير من الطلاب ربما يعني يأتي ببعض النتائج السلبية حركة قلت من شوية إن هي بتصاعدنا على فهم الطالب وفهم تكوينه وفهم أشياء كثيرة بخلاف إن إحنا بنقيمه بشكل يعني مباشر فيما يتعلق بتطبيقه لهذه المادة العلمية بنعرف منها أي تاني حاجات كثيرة جدا ده إحنا مش بس بنقيم الطالب إحنا مش بنقيم الطالب ونشوف الطالب ده عنده صعوبات تعلم ولا متفوق ولا متوسط بس لا ده إحنا كمان بنقيم النظام التعليمي كله بنقيم المعلم لأن ممكن تكون المشكلة في المعلم يعني ممكن تكون المشكلة في طريقة التدريس لما يبقى كل الطلاب في كل الجمهورية كويسين لكن الفصل ده في مدرسة معينة في مشكلة فبنبدأ نشوف إن الطلاب مثلا في المواد الأخرى كويسين يبقى المشكلة هنا عند المعلم نفسه أو في طريقة التدريس اللي بيستخدمها أو إنه مش ملتزم بالحضور يعني إحنا بنقيم هنا النظام التعليمي كله طيب لو المشكلة عامة في الجمهورية كلها يبقى فيه مشكلة في المحتوى نفسه أو في المنهج نفسه إذا إحنا مش بنقيم الطالب وإنما نقيم الطالب والمعلم والمنهج وإدارة المدرسة والمنافس كل شيء فيه أو كل عنصر فيه العمليات التعليمية بيتم تقييمه وليس الطالب فقط طيب فكرة إن الولاد في بعض الأحيان بيبقوا مش عالفين يتابعوا من كتر التقييمات المواد الأخرى هل إحنا بنستحدث للولاد طريقة مختلفة للمذاكرة أو للمتابعة إنه الموضوع ما بقاش معتمد على التحصيل في البيت بقى معتمد على التحصيل وكم التحصيل في المدرسة خلينا يا فندم نتفق على إن التقويم وسيلة وليس غاية إحنا مش عاملين نظام تعليمي علشان نقوم الطلاب ده إحنا بنقوم الطلاب علشان نعلمهم يعني العكس وبالتالي يجب أن تكون المساحة أو الفترة الزمنية والمساحة من الوقت المخصصة لعملية التقويم أقل بكثير جدا من المساحة المخصصة لعملية التعليم نفسها إحنا دلوقتي في المدارس اللي هي بتطبق الفترتين عندنا زمن الحصة 35 دقيقة وفي المدارس اللي هي النظام الفترة الواحدة زمن الحصة 45 دقيقة فالنقطة اللي كنت بأكد عليها من شوية اللي هي موضوع كسرة التقييمات للحد اللي هو بيعوق عملية التعليم نفسها مش مطلوب إحنا عايزين يبقى تركزنا الأساسي والأولي على عملية التدريس والتعليم عملية التقويم لا تتعدى خمس دقايق من وقت الحصة ما يبقاش فيه أسئلة كتير يعني وحتى كمان يبقى الأسئلة مش معدة مسبقة علشان الطالب ما يحفظ إحنا تخلينا بقى من فترة عن موضوع أن الطالب يروح الدرس الخصوصي عشان يحفظ أسئلة وإجابات ويبدأ في نهاية العام يبدأ يجيب امتحانات سابقة ويحفظ الأسئلة ويحفظ الإجابات فإحنا دلوقتي بنرجعه تاني لنفس النقطة إن أنا يبقى عندي أسئلة موجودة على الموقع بنزلها وبحفظها وبحفظ الإجابات بتاعتها ودخل اكتبها في التقييمات صحيح طبعا إحنا نقدر يعني ناس كتير بتشغل قصة الذكاء الاصطناعي في الإجابات وخلي بال حضرتك الموضوع ده مهم جدا لأن فيه أسر النهاردة بتعتمد على إجابات الذكاء الاصطناعي إزاي الوزارة تنتبه لحاجة زي كده وتعالجها عشان يبقى فيه تقييم حقيقي إذا ده في الامتحان يا مصطفى يعني أسر دمه ولا في أداء المهام المنزلية في المنزلية ده ممكن يبقى في المنزلية لأنه طبعا مش يبقى قدام عين المدرس ومش شايف الكلام اللي بيحصل ده فإحنا عايزين المهام تبقى موجودة المهام يكلف بها الطالب وتبقى مهام بسيطة ومحددة ونشوف بقى الابتكار والإبداع يعني نترك برضو شوية حرية كده للمعلم في أنه يختار المهام ومش بالضرورة المهام دي تكون أسئلة يعني مش لازم أديله سؤال بعلامة استفهام كده في الآخر ويجاوب مش لازم الكلام ده أنا ممكن أديله مهمة قد تكون المهمة دي أن أعمل لي خريطة ذهنية للموضوع اللي احنا شرحناه النهاردة التنوع ده هيربك الطالب مش حيخليه يقدر أنه هو يعني في كل مرة يستفيد من الزكاة الاصطناعي في إنتاج المهمة دي فتنوع المهام وأن هذه المهام تبقى فيه إشراف من المعلم على أداء هذه المهام وفيه توجيه من المدرسة للأسرة أن هي تشرف على المهام اللي بتبقى مكلف بيها الطالب في المنزل دي كلها من الحاجات المهمة لأنه طبعا إحنا مش هينفع إحنا لازم نتعلم زكاة الاصطناعي لكن ما ندخلش التعلم أو ما ندخلش الزكاة الاصطناعي في التعلم بشكل كبير صحيح إحنا نتعلمه ونتعلم تقنياته وإزاي نستخدمه في الإنتاج والصناعة والتجارة إلى آخره لكن إن إحنا نستخدمه في حل مسائل وفي إنتاج إجابات دي يبقى مشكلة كبيرة طبعا ولازم الأسرة تتعاون مع المدرسة في مواجهتها صحيح طيب التطبيق نظام التقييمات الإسبوعية بيتم على طلاب الابتدائي والأولى إعدادي اللي هو الدفعة البايلوت أو الدفعة اللي بيتم عليها تجربة النظام الجديد في النظام الابتدائي بيطبق نظام الألوان ما فيش درجات يمكن في الإعدادي موجود درجات لكن ابتدائي بيطبق التقييم من خلال الألوان اللي هي معرفة الأرقام من ممتاز وجيد جدا جيد إلى ضعيف وهكذا إزاي بيقدر يتم التقييم مع وجود نظام الألوان يعني الولادة إزاي تبقى عارفة هي بتعمل إيه وهي مش شايفة درجات طيب هو الوزارة طبعا محددة كل لون معناه إيه برضو هل ده كلام علمي؟ كلام علمي جدا 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 يعني برضو مش وزارة التربية والتعليم هي اللي يعني ابتدعت هذا الأمر ولكنه موجود في كتب القياس والتقويم من زمن يعني ده بنسميه القياس الرتبي إن أنا بصنف الأطفال أو الطلاب في رتب مش لازم فيه درجات طيب فايدته إيه بالنسبة للمراحل الأولى؟ طبعا نظام الدرجات أو قياس المسافة بنسميه إحنا علميا مقييس المسافة اللي هي بالدرجات دي واللي هي بالرتب دي اللي هي الألوان دي بنسميها مقييس الرتبة علميا يعني عشان برضو الناس تبقى عارفة أن ده له أساس علمي يعني مقييس المسافة بنستخدمها مع الطلاب في المرحلة السنوية لازم طبعا عشان درجة ونص درجة بتفرق فيه دخوله للجامعة لكن في المراحل الابتدائية أنا مش مضطر أن أستخدم نظام الدرجات ده لأنه أولا بيزود أوي حدة المنافسة وحدة الشعور بالألأ وألأ الاختبار وهكذا وهذه المشاعر أنا مش عايز أغزيها عند الطفل من هذا العمر الصغير لأن لو أنا أوجدت عنده هذا الصراع وهذا التنافس الشديد وهذا الشعور بالقلق وهو لسه في هذا السن الصغير لما يكبر حينمو معاه هذا الشعور للمستويات مقلقة ومستويات يعني مرضية فهي الفكرة كده أن أنا دلوقتي مش محتاج ده مع الطالب ده أنا مش محتاج الفرق في درجة أو درجتين ده علشان يدخلوا كلها معينة أنا كل اللي عايزه يعرف هو في مستوى إيه بس فكفاية جدا أنه يعرف أنه هو في فئة المتفوقين أو المتوسطين أو المنخفضين عشان يقدر يتدرك الأمر لكن فكرة أن أنا أدي له درجات هتزود ألأه تزود حدة المنافسة والمقارنات وهكول هذه الأمور بأسرات سلبية خطيرة على شخصية الطفل وهو لسه لم تتشكل شخصيته بعد فإحنا كده بنشكلها بشكل سلبي على أي حال التجربة اللي بزلت في البهد ده أول تربليها فيه اعتراض من حزب جروب المامز الموجود على بعض التقييمات على بعض الملاحظات وفيه إرادة قوية من وزارة التربية والتعليم أنها تنضي قدما في استمرارها في نظام التقييمات الإسبوعية هنشوف ده حيؤتي بصباره إزاي ولكن مما لا شك فيه أنه هو عامل حالة من حالات التأهب وحالة من حالات الاستعداد لدى الطلاب والمثابرة يمكن أكتر ومحاولة أنهم يلحقوا ويتابعوا أكتر وأكتر شكرا لك دكتور عاصم بحجازي وأستاذ علمي نفس التربية وجامعة القيارة نورتنا وشرفتنا معلقنا لها تنام شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك